بعض الزوجات تنقل لأهلها و أخواتها تقول بأن زوجها مقصر و كذا و قصد أنها ما تصاب بالعين قالوا لها بأنها ما يجوز مثل هذا لأنها قد تبتلى فعلا بمثل هذا و هي تكذب على زوجها محمد بارك الله فيك هذا كذب و غش و تشويه لصورة الزوج و هضم لحقه هذا حرام و لذلك لا يجوز للمرأة أن تكذب على زوجها بل أن العكس هو الذي يجوز إذا كان مثلا أهلها يسألونها يقولون لها كيف حالك عسى ما مقصر معاك هو مقصر تقول لا لأمور تمام لأنها تحمد نعمة الله سبحانه و تعالى أما تروح والله علشان ما يصبونها بالعين خواتها و أمها و أهل بيتها تقول لا والله مقصر معاي و لا يعطيني و لا ينفق علي أعوذ بالله هذه أخلاق المنافقين هذه ما يليق بإنسان تؤمن بالله و اليوم الآخر هذا فيه تشويه لصورة الزوج الرجل الطيب الصالح اللي ينفق على أهله كيف الآن بربك كيف أهل الزوج الآن كيف صورة الزوج عندهم صورة جميلة و لا سيئة ينظرون على أنه شيطنته هذه المرأة شيطنته عند أهلها و لذلك هذا حرام و تستغفر الله و هذا الأمر من كفران النعم مثل ما قاله لك الحريم من كفران النعم و لذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنْ عَذَابِي لَشَدِيدْ و من العذاب الشديد هذا الحرمان في الدنيا و لذلك المرأة هذه تقول الحمد لله و تثني على زوجها عند أهلها تقول اللهم لك الحم و مقصر حتى لو كان مقصر تقول لا أنا في خير و نعمة لأن نعمة الزواج هذه نعمة عظيمة نعمة يعني محافظة الزوج على زوجته عظيمة الحمد لله الكفاية هذه نعمة من نعم الله عز وجل فتتق الله و لا تخوض في مثل هذا ترجمة نانسي قنقر